نجي السفاخ الفخفاخ الملف اللي هذا الكبير ياسر وانتي اللي اول مرة باش تحدث عليه تسميت والي وبعد نحيت الولايات برشا كلام برشا حديث وبرشا تفسيرات علاش وكيفاش ورغم الشعبية اللي كسبتها في السفاق صغادي اللي هي ولاية متاعك السيد الولي السابق شوني صار بالضبط والله انا بدي ما نعرف حد شي نعرف اللي انا شديت الملفات الكل يعني نهارت اللي اقسمت اليمين وانا يعني وقت اللي دعيته باش يعني نساهم في في المجهود الوطني قلت انا بعيدة على السياسة ما انا فهمهاش شمعنى تعم انا فهمهاش ما امتهنتش السياسة قلت انا اذا كن نجي ولا بد مع سيد الرئيس نكون والي سفاقس قلوا ما يصيرش قلت لهمك هذي كتو تشوف وشكسيل فيها قطر نعرفها بالعدي كندور فيها ندور بلاش جيد بلاش كذا فا فا قطر لها كلمني كنت في كنشاسة انا مقيم في كنشاسة كلمني سيد توفق شرف الدين سيد وزيد داخلي السابق سيد وزيد داخلي السابق قال لي سيد الرئيس اه اه او بشكل فكب اه ويلي على سفيقس سكت درجة انا في بلي دبوي دو موا سا سي باسي انت وقتا كنت في كينشاسا في كينشاسا اي في كينشاسا قلت له به ثابت قال ليه المهم ما عندكش مسالحه هنا قلت له ما عندي حد شاي ما عنديش شركات ما عنديش وحده انا تو من لي جيت ضربت الزيت حاولت نعمل وقت هالبانكا ومن بعد قبلت هادش كنا نتصورو نتصوروك عندك بانكة بانكاجي باخيرينك والي ما تحسبش عندي فلوس انا عندي الفكرة وعملت لي تويت وحبيتها تكون اكبر بانكة في تونس وتكون بانافريكان يعني الكرتين اللي تحكي عليه خاف مني وخاف وصلت قبلت رئيس الحكومة وقتها اي قبلت رئيس الحكومة سيشاهد واحد كل وقابلت سيشاهد لي العيار يا الله يرحمك اي اي اما شكولي حط العصاف العجلة شوف انا جو بريفير يقولو كان الكلام منفض يكون السكية تذهب انو ساعات متعرف انا متكلم واضح اما تواب بالتجربة نخير ساعة تنسكت احسن ماللي متكلم اما هات نمشيو اللب الموضوع اللي قلت لك قبلت قالي لازم تروح حتى وقتها اوما ما عندمش كايروزين دا يرى انا نبيعلم في الواحد في الليسانس حبيت نبيعلم قديكة واحد كل اه مشيت اخبط على كونجو برزافيب وروحت في اداء اليمين يمين الواحد يرتعش يعني باش يمثل الدولة يحفظ مصالحها يقصونها اي اديت اليمين وطبقته انا الملفات الكل حليتها قولي على اي ملف ونقولكش عملت فيه وابديت بأصعب ملف اللي هو الثروة البحرية باش تتصحر هالكياسة او هالواحد وشديت صحيح ونجحت فيه لابروف القاو الغلة خير بعد واحد رغم اللي انا وعملت اه ندوة اقليمية حظروا فيها اربعة ولات وثلاثة وزارات ووليت انا في البحر معا نشوف ونراقب ونخرج وكذا عملت اه حاولت نعمل اه اه اش اسمها تنسيقية للهجرة قالوا ليش كلفك وعليت اوصلها سيد الرئيس معناتها فتالي شافل لانه ثم اخترق يجيوك من بوكو حرام مثلا هذوما ناس ويجيوك من من واحد وكل شي وداخلين تعرف عليهم مش بشي يعملوا هذوما الامن حار فيه شد في زيتونة بالليل ويضرب ده يضرب في الامن بالحجر عشنا حويج عشتهم في الولاية حويج كبيرة حاولت نتحرك عملت زادة هذية متعنفايات عندي 23 بلدية لميت مع بعضهم وحبينا نعملوا واحدة متعنفايات وعملت لجنة كبيرة وكذا أنا شديت مشاكل كل أنا منهارة مشيت ولكن الملفات هذه كلها ما كانش السبب الرئيسي لتنحيتك خاطر المعلومات اللي عنا واللي قاعد يروج معناتها في الأوساط السياسية أنه خلافك مع النقابة هو اللي كان السبب الرئيسي شوف مش مع النقابة أنا نحترم النقابة ودار حشات دار كبيرة تسميها دار حشات الكلام اللي قلته وقت اللي هلت على اتحاد الشغل أنا للوكاتير لفتحات الشغل علش لوكاتير؟ نسميهم لوكاتير أخير ما نقولوش لوكاتير دول إليزي أو للوكاتير هنا فيها معناتها لوكاتير لأنه مقبل كل شي طردوا النقابين الشرفاء وهذوما هما وهما يعملوا فراكات وهما سبب متاعه أنا تعرف في نهارة تخلت والي قبلوني قبلوني باش يجيوا نعرفهم ما جاونيش هما ما جاوش عندي خلافات قديمة معاهم ما عنديش خلافات قديمة أنا أنا كتبت قبل قلت ما يصيرش المؤسة اللي تحكي عليها كيف قد مية بشر لأنه وقت الله نؤدوا مؤسة ونسكروها ويأخذوا زعم زعمة منحة البيطالة الغدوة يبدأوا بطالة أنا قلت يلزم نلقاوا حلول أخرى لأن الاقتصاد التونسي المؤسات اللي سكرت في السفاقس والشي اللي صار في السفاقس أنا واتسفاقس ونعرفه أنا أعطيك حاجة ما يكون السبب في هذا؟ السبب في جماعة هذوما النقابات معاهم؟ لا مش النقابات الكل ثم ناس شرفة ثم نقابات ثم رجال توقف تحييه لأنه جاي باش يعاونك على الاقتصاد أنا كيف نبدأ الشيف دو انتربريز وعندي ألف عامل ما هو يعرف سي كحلاوي كي نعاية الرئيس النقابة نحكي نوياه نحبوا ننطلعوا في الانتاج ونزيدكم في الانتاجية وراويزيتكم في السلير ونحبوا نحسنه كذا وكذا تحكي مع واحد هو يمشي يبسط هالموضوع وتتحل المشكل نحن كل واحد ما يمشيش تحت يعني واحدهم تحت يعملولو ضرب ووقفولو الواحد ونهار الاكسبور كذا ونهار كذا وعملولي حتى في تعرف احنا عنا بابور متاع شسمو متاع فوسفات يعبي تحبلو ثلاثة يام تعبية في النهار الثاني وهم عملوا ضرب كلمتم قتلوا ربي إذا كان ما يرجعش وكلمتني له زيرا وكلمني سيري ذاشا الغو يبرك فيك الداخل قتلوا ربي لو كان ما ما يرجعش توه يتعبع إلا من جي بالك القوة العامة وتوتف ورجع يتعبع مرة لما جاء الجيش مسكار قال شنو حق المسكار حق المسكار لما جبنا الجيش وهكا وقت شكلمني رأوا سي هذا سي العوادني قال لي شنو الجيش متاعكم خطفتونا وقتها أنا ولي أنا ندور في في شسمه في الباك البطاح لا 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 الباكالوريا ثم الناس اللي ميشوفوش البصيرين نقوله وحنا مشيت منزور فيهم بتعرفون يضرب على بعض وشنو نبقاه قال لي عثتولي الجيش البارح والجيش متاعكم قلت له الجيش وحصنا للوطن يحميها أيام المحن هكا وقت شكلمني بعد جمعة والعشر أيام يعني من اللي تسميت وي بديت من غادي لي لي كليك قال لي ما هو تشاورونا قلت له لا دورزي دي جاسي موكي جوفيرن كلمة تشاورنا معنيتها نحكيه معاك وكاش قاعد سايرتها حتى في الولاية النقبة وهي اللي تسمي هذا وتعمل هذا تصورو الدرجة هذي أي أي أنا نحكي معاك صحيح وأنا هذا رفضته أنا رميت يدي على كتاب قرآن وأنا ولد عائلة أصيلة ما نغدرش أو وما وما نجملش وبدأت عاد مينيستر فلاني يكلمني كذا سايس روحك شو سايس روحك إلا سيد الرئيس يقول لي يطبق القانون وكان معايا حتى مرة كيف قلت على الزبلة يعني يلزم الجيش باش نأمنه الأماكن الكل كانوا ضدي نقول نقول لك الكل الكل إلا سيد الرئيس يكلمني نهرتها العشية قال لي وش بي الجيش مجعول لهذا ونعاونك إذا لزم يعني باش تشوف ثم الإدارة الخفية رايس عات حتى يبدأ وزراء معاك ولا ولي معاك ولا كذا يبدأ بوجهين أنا ما ملعبتش بوجهين معتها خلاصة القول سيفخر أنه النقابة هي وراء طبعا هما باش ما يخرجوش نهارة 14 عملوا سويا يخرج فاخ الفخفيخ وربما زادة تلقى كذبو حاجات أخرين أتسفوار شنية سيد الرئيس أنا حتى كيف علمتني الصحافة إذاعة مزيق ولا شنو هل سمعت عبر الإذاعة معاك طلبوني على بعض وأنا كنت في ماشات عملت اجتمال عشية ما علموك شلي انتي معنات تمنها معنات حطر ثم حواج صار تقبل وحتى في نهارته أنا منيش سهل فالواحد أنا أولي سمني سيد رئيس الدولة جورون كونت لسيد رئيس الدولة قلت لنلقى حواج جوع متماشي فيها وغيره مش متماشي فيها نمشي معاه فهمت ولذا قلت لطلبتني موزاييك ويظهر لي ولا والله منعرف شنو قلت لها ما عندي حتى مشكل نعمل تصريح وكنت أليس وأنا من الأول كنت نقول سوف أعمل واليا كأني والي إلى الأبد وسوف أعمل كأني أعزل يوم غد موسيقى